وجه بطاركة وأساقفة الأرض المقدسة رسالة إلى قادة باقي الكنائس في المنطقة شددوا فيها على أهمية الإصغاء والتواصل مع الجماعات المسيحية كافة وقالت الرسالة التي حملت توقيع غبطة البطريارك بير باتيستا باتسابالا بطريارك القدس للاتين إنه بهذه الطريقة يمكن أن يشارك جميع الأخوة والأخوات المسيحيين في المسيرة السنودسية وشدد غبطته في هذا السياق على أن جميع المسيحيين في الأرض المقدسة مدعوون لأن يكونوا شهودا أمناء للرب مذكرا بأن الله يريد من تلامذته أن يكون واحدا وهذا الأمر يتطلب الإصغاء والحوار وفي الختام ذكرت الرسالة بالصلاة التي رفعت على نية وحدة المسيحيين سائلة الآب السماوي الذي قدم نوره للمجوس أن يقود خطوات الكنيسة كي تسير إلى جانب المسيحيين خلال هذه المسيرة السنودسية اشتركوا في القناة